السبب السبب لا يقلق على أخيك السبب والمال أهدف أخي يخرج الداوة و الهدف من بعد و الهدف هو أن أخيك فلوسه تبقى في المحكامة أن أخذه عليه واصي للقاضي الذي سيعينه و حتى وحد ما يجري هذا الفلوس معدى المحكامة هذه الحمقة أشكاة تدير قوليها تحبس قوليها هذي من بعد قال لي شوف تجي عندي أعطيها ستين مليون تحبس لي هذا الشي تحبس عليها هات الصحافة مشاهدين كرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى كما تبعتم معنا القصة دي الماليكة اللي كتعيش سنين طوال في فرنسا تبحث عن الأخ ديالها لما شفتوش حوالي 37 سنة مشاهدين الكرام ما يهمنا في الموضوع هو أحترام الرأي العام أسئلة تطرح في الرأي العام وبقوة سنشوفها مع ماليكة تبعو معايا ماليكة القصة في الأول تنولناها تبعوها معك عدد كبير من المغاربة الجزء الثاني اللي هو اللقاء ديالك مع الأخ كان مجموعة من الأسئلة تطرحوا للناس احترام الرأي العام لكن الحق في الجواب السؤال الأول هو سؤال في جوغر الموضوع تيقول لك ماليكة 37 سنة عدت فكرت يا أخوك الشرحالية بدقة أهلاش أخوك مش تيشت سنين كاملا 37 سنة عدت فكرت أخويا لأنه مشيت من المغرب ورجعت وتعاملت مع واحد أخويا اللي دار معايا شي حاجة خايبة منين دار معايا ذاك خويا ذاك شي حاجة خايبة مشيت بحالاتي شي حاجة تعفلوس اللي كتهم فلوس وشي حاجة تعفلوس المهم تقلقت بزاف وبلصت اللي أنا نبقى حق داع غير على أخويا حقت على المغرب اللي كانت غلطة كبيرة من طرفي اللي أنا ما كانش خصني نحقد على المغرب بلادي وما نبقى ندخل ليه كان خصني نحقد غير على ذاك خويا وندخل بلادي ونتسارة وندير اللي بغيت وهذاك شي قلس عشر سنين ذاك حقت بغلطة على بلادي وليون نحقد على هذك الراجل هذك بوحده ونخرجه من حياتي وندخل المغرب ونعيش حياتي كما بغيت ومن بعد دخلت عاو تاني مورا ذاك العشر سنين دخلت دخلت غلطة بلادي كان غلطة من يام ولاحقة كل 15 يوم كان بقى نقلب بطريقتي في مكان مشكلة قشي دراري كيف كنت كنت بحتي انتي على سايد؟ كان بقى نخرج كان نشوف الدراري اللي كان يعرفه هو دكشي أممون دوني كان قل يوم فينا هو تقولوا لي يا راه كان ضرب واحد البنت راه في العبس فينا هو راه فرازي أنا ما كتش كان مني كان فرازي ما كان قدرش ذاك الولدته ما بقيت كان قدر نشوفه لأن ذاك الولد كنت مني كان بقى نطلع للدار في البرومية غيطاش كيبقي 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 وفي الأخرة هم داروا لي باب الحديد كي يفرقوه مع الدار صافي مشيت بحالتي ذاك الولد مريض ما بقيتش كان ما بقيتش كان صافي ما كان بحالي حيته هو من بالي مني كان عاود نرجع عاوداني كان بقى نسولتي يقولوا لي ما نعرف راه راه دائع راه هنا راه في الزاوية راه في هذه راه في هذه حتى الهن الهن حتى جيت باش نشوفه عاد قالوا لي راه في مصحة مني جات نقلب على هذا المصحة لقيتو في عناتيق كنت عنده مع واحد الناس كانت خرج عناتيق كان لقى فيها غير دوك المعابيل دوك المختلين عقليين كان لقى فيها غير دوك الناس لكي البنات لكي يولدوهم الزنقاء كان لقى فيها غير المتشريدين ومنين دخلتوا سولت لقيتو بأنه جاي على أساس غير لقى في الزنقاء الرأي العام كيقول كلام آخر وهذا حقوم طبيعية الحال كيقول لك بأنه الهدف ذلك أنت هو المال أنه هو وريد أستقيع رقيته هو البوابة يعني السبب ذلك أنت ماشي هو القلب ذلك على أخوك سببه هو المال أنا غادي نشرح هذا كشي حتى أنا كالقرأ معاكم السبب ذبا منين بصراحة أخوتي هما اللي يمشوا وشافوه وهم يصفطوا ليا ذك الرجل دياله باينا بزاف وماشي بحال كيمة بانت منين صورتين منين شفت ذك الرجل صافي قلت لا ما يمكنش نخلي خويا ورجلوك تخماجه وغدا تقطع مشيت شفته وأنا ما مشيتش باش على ورث مشيت على أساس هدرت مع الأستاذة قلت لي شنو بغيتي قلت لي أنا بغيت أخويا يداوى وبغيت أخويا من بعد ما يفرقوا هدوه 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 عرفناه ولكن هدو الخطر شمدرت يمش حاله هدوه خوك سنين طوال وهو تم والإخوة ديالك تفت تعليقات كتشوف شنو تكتبوه الناس ديال هائلة تيقول لك حنا كما كان حلو كنا كان مشيول عنده بعض المرات ولكن هي مع مره مشيت لعنده هدوك شئ لجدرتي تل آن ما كتشح لها سؤال لقد عدت السؤال سألت الآن حيث عدبه عرفت بلي أخويا ره في واحد مصحة ما شف مصحة ره هو في عين عتيك ولكن أخوت كم تقالوه لك؟ عرفت في عين عتيك تل هنا الهناية حيث أنا أخوتي ركت قطعا معهم ما كان هدرش معهم ما كان هدرش معهم تل هنا الهناية تل من يجيو ان نشوف إذا كان عندك مشكل أنت مع أخوة قلتي مشكلة للمال ولكن أنتم تبارك الله ربقين إلى حيدنا سعيد قلوه بقين شي يستق الأخرين معهم لماذا جدخلت يوم تعموا في الحساب ما هو الصداع اللي عندك معه؟ المشكلة مع أختي ركت عرف العائلات اللي تكونوا متفكين من ديل دي بير رتيكون ما قادش نقدر نقول لك أنا لديدك أختي الفرنسا وأنا لديدك أخويا وفرنسا هذك أخويا درنا درنا شي حوايج درنا شركة درنا بزافتة على الحوايج وكان دروا بإسمه هو وقدرت ولدي جيغون وكان لقى بأنها بزافت الحوايج اللي كي يدير اللي كي ياخد كريديات وهذاك شي وقد درهم على اسمية ولدي دار واحد المرة خلط شي ورق ودار لي أنا كريدي في ما بيلي ورق وغزي لي كريدي على اسميتي حتى هو قطعت معه على وديت المال يعني قطعت معه العلاقه معه بنادم هنا يومشي تهربت حالي مشي تخبيت لهيه وهادوكت هما قاطعة معهم لليه ما كان عارفهم شفين ساكنين ما كي عارفوني شفين ساكنة حتى هما وشكون دابا اللي قريب لك اللي عندك معه يعني هات السنين كلها بقد علاقة ديلك معهم زيانة في الإخوة ديلكين أعطينا الرقم واحد جوج ونتها واحد واحد عشرين عام ما عدت لقينا في العزو ولا شي حاجة وما تنسلموش على بعضياتنا يقول يا أهلا لا لا بحال دوك الناس لدخل عند شي واحد في البيرو الأخر اللي أنا ما متفاهماش معاه هذك ماكتش كان هدر معاه القاع ودرنا واحد المحاولة الصلح ولكن من بعد صافي شفت بأن صافي منا كتش حاجة ما كتش تعود ترجع صافي مشيت بحالتي مبقيت كان هدر معاه وأختي ما كان هدرش معها واحد عشر سنين ولا أكثر تهيئة في فرنسا ومنا كنا كان هدروا ما تنهدرش حيث احنا هدروا غيب حتى اللي احنا عديان سيتنا تشوف هانهار ولا هكاك صافي يخصك الدابز معها من بعد صافي كان تفاقه ما كان قاش تشوفه يعني كل عشر سنين ولا هكوكتان هدروا غيش شوية يعني اللي فهمت من كلامك أنه انتي لهدف ديالك هو تنقدي خوك من جهة اللي هو مريض وفي نفس الوقت باش ما يضعش باش ما تفضلي الهدف ديالي هو خويا دابا يخرج الشيكلينيكو للافيسيني الدوا والهدف ديالي من بعد الى بان هادلورت هو ان خويا فلوسه تبقى في المحكامة ان نخضع له واصي للقاضي اللي غادي يعينه وحتى واحد ما يجيري هاد الفلوس معدى المحكامة الدولة الواصيه معرفش اش كتسميها حتى واحد ما يقيس هاد ولا انا لا حتى واحد هاد شي اللي بغيت صافي باش يقدر يدوا برزقه يعيش برزقه لا عنده لا الى القيناة ما كايش يتخل ويد كبير عاو تاني ولا تحويش بسميات واحد من اخوتي يعيش برزقه السؤال الاخير اللي عندي معاك هو هادلورت اللي خلال والد واش باقي الورت هو الورت واشي تخالش ما تخالش واش كينا شي خروقات في هادش واعلمك يظهر لي كين خروقات دبا معنا ما غاديش نسبق الاحداث حيث مع واحد سيد دايمن كين خروقات دايمن حيث كانت عنده وكالة تعبه دايمن كين خروقات من من هرلول كان ضن غا تكون شي خروقات ولكن غاديتبان ان شاء الله انت معمره معي طولك هادلاخوا باش يصفيه معاك هادل ارت معمرهم معي طولك بدوك يفرقوا معمرهم معي طوليا منين بدوك يفرقوا منين اختي واختي داروا لي الوعد بالبيع معمرهم معي طوليا انا حيث ما كان هادرش معاهم ارا مني مني منشيت الفرنسا هادرت معاهم شي الجمارات او ثلاثة صافي وكان بقون بعدهم مع بعضياتنا حيث احنا قتلك عائلة متفككة الى عندك الفلوس هاد يقبلوك جايبهم معاك الى عندك ما غا يقبلوك عاونتهم بزاف ما يقدروا يقولوا الله هما بدورهم يخرجوا الصحفة ويقولوا الله معمري ما عاونتهم دايمن انا الهون ضعت دايمن الحوايج دايمن مصفتة مني بدوك يكبروا ولادهم شي شوية وخاما كان شوفهم شو خاكل شو ولكن لاحتاج لك شي واحد على شي حاجة صفتي الياختي هادي صفتي الياختي هادي تيهدر معاك سؤال الاخير اللي عندي معاك هو ساعد لما شافوا الفيديو بطبيعة الحال وشافوا الخطوات اللي ايجابية اللي درت انتعلك بالساعد شنو رأيهم هما في الموضوع شكون الاخوة ديالي هي ان داك خويا اللي كان قول لكم كبيرهم ما غاديش نزيد قال لي شوها 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 صحبي كي عيت ثلاثة المرات اربعة بغتها صفي ما غايبقاش يعيت ليه كل شي من ان كي عيت كل شي من هادي اديك الحمقاء اشكاد دير قوليها تحبس قوليها هادي من بعد قال لي شوف تجي عندين اعطيها ستين مليون تحبس لي هاد شي تحبس عليها هاد الصحافة صفي انا كان غوة وكان قوليهم اخويا يداوى واخويا فلوسه ما ياخدها حتى واحد لا انا ولا حتى واحد ما يمكناش ناخدوها كين قانون تدخل فلوس خويا المحكامة في الدقاضي بحل قاصر بحل قاصر حت مكتوبة في الورقة اللي لقيت عنده الدوسة مكتوبة فيها مختل عقلي مكتوبة في الدوسة مكتوبة في الدوسة لقيت غرس ميته وكنيته ولقيت لدد نيسانس لدخله لديه يد لديه يد لديه مدير الهتحجة واذا عنده عائلة واذا عنده واذا عنده جابوه قال لك بحل ذو كنت يشده متسويلين ولا متشريدين في الزنقة اللي بغيت نعرف انا هاد خوتي اللي كانوا يمشي ويزوروه قال لك ركي يزوروه خوتيك وهذا كشي منين كيمشي ويزوروه هاد خوتي انت عندك فيلا ركي عارف اني كان هادر عليك ولاخر ديروا الحوكم غيب بيت بحل حاريس وشدوه احداكم ولما حشمتوا يحشمكم قدام الناس لي لبس عليهم ديروا ليه باب من اللور وبقوا تخرجوا ليه قيوتوا غيب على الخدامة ولا شي حاجة من اللور اللي فهمت هنا هو الحسابات الضيقة اللي بناتكم توم الضعية دياله هو سعيد صافي نادم عاك الحال لا مشي هو سعيد لا لا انا انا صافي منين مشيت بحال هكاك كان جي كان بقى نسول بلا صليمشيت يقولوا ليه لا مشيحل الوضع الصحي دياله ليس على ما يورب لا مشيحل لانني نسول يعني منكلك هو سعيد ضحية صحيح انه ضحية بعض المشادات بالاخوة شاناءان في شق مالي كبير بعض المعاملات تجارية بناتكم وسعيد اللي مريض شيئا ما من العقل دياله دو السجن من مراء المقال دياله تشتير جليده برودة الصحي دياله ضحية اخطاء ومشادات بالاخوة صحيح او لا ذيك المشادات واحد ما كي يعطي خبار الاخر واحد ما كي يعطي خبار الاخر ضحية واندو بزفط البلايس لقد أخذت باقب الميموت أخي في عين عتيق نجري له لا أنا بحلي نعسى لم أعرفت ماذا بحلي نقست كان خص هذه الساعة نديرها أخي سمعت عين عتيق كان نفيق ونشوف أخي كان يومها سعر أخي سعر أخير و الشحر يجب أخير وكذلك أخي سعر أخير سعر أخير رجاء كلها أخي سألت أقر أهلا أخي سألت مالي ومالفر سألت أخي سألت أخي من الصحة أخي سألت أخير طلبت من المحامية أن من غيب الوردة على التعيد حتى واحد ما يقيسو حتى واحد ما تكون عليه يد عليهم ما عنديش ثقة فيهم أنا اللي كان عرف أخوتي كيفاش دايرين وأنا اللي كان عرف كيفاش كيتصرفو حيث كان أخوت قاع أنا أنا قاع نكون حمقا قاع ومعمري ما غادي نتكلف بهذا الولد هم اللي في المغرب ومناصيب وفرماسيانات والغنج غوفيغ واتكلفوا بهذا الولد يديروا لي غيبري ريكا أنا ما غنقولش أنا غيمرا حتى أنا عندي شوية دنكاتي وخا أنا ما عرفتش هادشي غيمو أخرا ولكنتا أنا دا بحسيت بالدنب نشت الناس يقولوا هادشي يبقى الحق كذلك الإخوة ديكتا هما ما غاديش يقدروا ممكن أنهم يوافقوا أن كنت اللي تكلف بي وتايبقى النقاش بينكم بالإخوة هو موضوع النقاش ساعد في الأخير وضحي يعطيتني مجموعة من نقاط للأسئلة يطرح الرأي العام أنا مجبر ندرجة شكرا لك مشاهدنا الكرام لأنه رأي العام أكثر في الموضوع بشكل مختصر مالكة دارت خطوات إيجابية هذا مسألة طبيعية جدا من يقول العكس؟ هناك تطرح السؤال ما قامت به مالكة لم يفعله أي أخ آخر في الموضوع مسألة طبيعية جدا والدليل أنه الوضع الصحي دي ساعد ليس على ما يرام فما كان الحال هي كتقطن في دولة أوروبية والأغلبية الصاحقة دي الإخوة ديالها كينين في المغرب هل يجد مقربة من ساعد؟ هذا هو السؤال يعني التحليل الأولي هي مشكورة على الخطوات الأولى يبقى الله عز وجل هو العلم في الصدور هل كل جل أطراف لهم حسنية في الموضوع نعم أم لا؟ هل أخت تدافع أنه ليس له هدف مالي أو مادي وفي نفس الوقت الإخوة نحن نرى الإشارة الاستفسار والتعقيب إذا كان عكس هذا الكلام هذا الموضوع لهدف الأسمى فيه هو شقه اجتماعي وإنساني وهنا سنختم بطريقة أخرى أتمنى من الإخوة والأخوات أن تكون شي بادرة صلح اللي يجمع شمل هذه العائلة من أجل الوصول الوحد اللي هدفنا به له وصلة الرحم هذه الإخوة والأخوات كل شي عنده الأولاد وغي يكبره لماذا سيكبر معهم واحد اللي حقت بالإخوة والأخوات تنطلب الله سبحانه وتعالى يا ربي مش يحد من العائلة يتوفق في هذه المهمة ويجمع الشمل لجل هذه العائلة باش ميبقاش ها التصدع ويكون السبب هو القصة سعيد لجمعات هذه العائلة الأخت ما شافتش الإخوة جيلا سنين طوال سعيد ضحية وضع شناءن بالإخوة أسئلة الرأي العام منطقية 37 سنة مش تشخوكت الآن لماذا في الإطار الثاني أنه كالإرت أسئلة كلها موضوعية وصحيحة ولكن ما خفية كان أعظم شناءن قديم في أمور ديال التجارة في أموال بالإخوة كما صرحات كما يبقى الحق الطرف الثاني اليوم والإخوة حق الرد والتعقيب ونحن نرى الإشارة يجب الاستماع على الطرف الأول والطرف الثاني مشاهدنا الكرام نحن نتتبع لدي ملفوا وسوف نوافيكم دائما بالإجراءات إن شاء الله المستقبلية اللي كتخص ساعد سواء في الطبيب سواء في أمور أخرى كانت تتعلق بالقانون ترجمة نانسي قنقر